أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تسعى لزيادة الأراضي الزراعية لتوفير فرص عمل للشباب ولفت رئيس السيسي إلى أنه يقدر حجم المعاناة التي تواجهها الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعاشية التي نتجت عن الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية المركبة التي خلفتها جائحة كورونا وضاعفتها الأزمة الأوكرانية موقف المصريين مقدر أوي والله يعني أنا بقول لكم أن تحملكم هذا فيه جبر خاطر كبير قوي لي أنا شخصية فيه جبر خاطر كبير جداً وأنا بقولش كلام يعني أنا عارف أن الظروف صعبة عارف يعني وعارف أن الناس تبقى مستحملة وسكتة ده كتير بس أنا أريد أن أقول لكم عليه أننا نستخدم شيئاً نقدر نعملها وما نعملها ويعني عندما أقول هذا الكلام لا أقول الإعلام يقول أو ما يقول لكن أريد أن أقول لكم أننا نبذل جهد كبير قوي لكي ندخل كميات من الأراضي الزراعية في أقرب فرصة ممكنة نحن نتكلم في ثلاثة أربعة مليون فدان خلال سنتين ثلاثة سنتين ثلاثة نحن بدأنا هذا البرنامج من حوالي ثلاث سنين غير طبعاً برنامج الريف المصري الذي كان تقريباً مليون ونصف فدان لكننا لم نسكتناش على كده واشتغلنا أيضاً عشان ندخل أو يبقى فيه أراضي الزراعية أخرى شكراً لكم